السلام عليكم شاهد احتفال محمد عبد المنعم بالفوز الاول مع نيس في غرفة الملابس شارك الدولي المصري محمد عبد المنعم زملائه بفريق نيس فرحة الفوز الاول الموسم الحالي على حساب انديه في المباراة التي انتهت بفوز الاول بنتيجة من 4 الى 1 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الاحد على ملعب ريموندو كويا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي من 2024 الى 2025 ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس فيديو عبر منصة اكس خلال احتفال لاعبي نيس بفرحة الفوز الاول في الدوري الفرنسي الموسم الحالي وهو ما ظهر فيه الدولي المصري سعيدا للغاية وردد الاغنية الرسمي للفريق مع زملائه وسط اجواء احتفالية جاءت اهداف فريق نيس عن طريق كل من يوسف انديشيمي هشام بوداوي وايثان جويساند في الدقائق 6 25 72 و 85 على التوالي لصالح نيس بينما جاء هدف امجيه الوحيد عن طريق اللاعب حمد عبداللي من ركلة جزاء فيه الدقيقة 67 وشارك محمد عبد المنعم على مقاعد بودلاء فريق نيس بعد التعاقد معه رسميا قبل ايام قليلة قادما من صفوف النادي الاهلي قبل ان يشارك في الدقيقة 68 من عمر المواجهة بهذه النتيجة تواجد فريق نيس في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد اربع نقاط جمعها من فوز وتعادل وهزيمة وتسجيل ست اهداف وتلقي اربع بينما جاء فريق امجيه في المركز السابع عشر وقبل الاخير بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد صفر من النقاط وتسجيل هدف واحد وتلقي سبع واعلن نيس الفرنسي بشكل رسمي ضم محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي الخميس الماضي واصدر نيس الفرنسي بيان رسمي قال فيه وقع نجم منتخب مصر الاول على عقود انتقاله لصفوف نيس الفرنسي لمدة اربع مواسم متتالية اي حتى صيف الفين وثمانية وعشرون المقبل ولم يذكر نيس اي تفاصيل مالية خلال البيان الرسمي الذي اصدره بشأن ضم محمد عبد المنعم مدافع الاهلي ومنتخب مصر لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد